عزيزي المشاهدين وجعنا لكم تاني في فقرة مهمة جدا مجال المصاعد من المجالات الحساسة واللي متابعين للبرنامج عارفين نحن دايما عندنا تركيز في مجال المصاعد وبينعمل فيه سلسلة حلقات مشكلة في مجال المصاعد ان عوامل الامان فيه بتكون من اهم المعايير في المجال بسبب ان بيكون فيه سركمستانسس او ظروف محيطة به كتير جدا ممكن المشاهد بتاعنا يتعرض لها في ظروف حياته اليومية عشان كده النهاردة معي اواحد من النخبة المهندس مصطفى حامد صاحب شركة الريان للمصاعد الحديثة في مصر مساء الخير يا مش مهندس مساء نورة فاني شهندس مصطفى في البداية عايز اتكلم معاك في نقطة مهمة جدا مجال المصاعد مجال حساس خطواته لازم تكون مدروسة بشكل كبير جدا عشان يبقى المشاهد بتاعنا في امان عايز اعرف في البداية بداية شركة الريان كانت ازاي وازاي قدرنا نوصل نحن يبقى عندنا سبقة اعمال مشاهد فكده زي ما حنشوفها مع المشاهد بسم الله الرحمن الرحيم بدايتنا كانت في عام 2010 بدأنا في منطقة فصل تمام اول ما بدأنا كنا شغالين في مجال السيانة والاعطال تمام بداية حضرتك كانت ازاي بشمهدس يعني بداية دخول حضرتك في مجال المصاعد عايز اعرف كده ستوري بورد عن الموضوع هو اول ما بدأت بصراحة الموضوع شدين جدا ان مجال المصاعد من المجالات اللي هي صعبة جدا تمام ومش اي حد بيقدر يخش فيها من صعوبتها ومن كتر اهميتها في الوقت الحالي والمجال ده مطلوب بكسرة جدا تمام وخصوصا في المناطق الجديدة المناطق الناشئة وحتة الاعطال والسيانة مطلوبة اكتر تمام فده اللي تشجعني ان انا نخش المجال لقيت مجال متداول عدي طلب كبير جدا في السوق المصري تمام فده كان اكبر دليل واكبر خطوة تشجعني ان انا نخش المجال ده في الوقت دوت عشان مصطفى انا عايز بقى استغل وجود حضرتك معايا واجاوب على سؤال جانا على صفحات السوشيال ميديا وكتير من المشاهدين عايزين يسمعوا الاجابة بتاعتك في كتير من المشاكل اللي بتحصل في مجال المصاعد وبشكل يومي هل ده بيكون بسبب عيب في الصناعة ولا عيب في تصنيع نفس التصميم لكابينة الإسانسير ولا الموضوع المشكلة بتكون في ايه بالذات يعني حضرتك كنت ذكرت لنا قبل التصوير مثالين كانوا مهمين جدا عايز حاجة تشرحهم للسادة مشاهدين وازاي ان احنا نقدر نتفادى المنضوع ده باكبر قدر ممكن لو قدرنا نصنف أنواع الكوارث اللي بتحصل في المصاعد هنقول ممكن نصنفها لنوعين تمام فيه كوارث بتبقى سببها الشركة تمام وكوارث سببها السكان أو تحدموا لك العمر تمام لو قلنا الكوارث اللي هي سببها الشركة دي بترجع لسوق البضاعة تمام عدم خبرة الشركة في مجال المصاعد تمام عدم خبرة الفنيين أو المهندسين المتواجدين أو العاملين في مجال المصاعد تمام دي بتبقى بتحصل كوارس بسبب الشركة مثلا الشركة بتتعامل في المستعمل وده من أكتر النقط اللي بتسبب الحوادث ما كان مستعمل حاجات مستعملة في قطع الغاري الكهرباء دي بتبقى العمر الإفتراضي بتاعه قليل جدا وبتسبب مشاكل كتير جدا فعشان كده احنا بنبعد نهائيا عن حاجة اسمها المستعمل كل شغلنا في الجريد وفي كوارس بترجع سببها للسكان بمعنى إن أنا النهاردة بحط حاجة اسمها تعليمات استخدام المصاعد يجب على أي ساكن اللي هو يلتزم بيها منعا لحدوث الكوارس إن أنا بقول ممنوع استخدام المصعد للأطفال أقل من 12 سنة بمفردهم النهاردة اللي بيحصل إيه وده حصل في عمارة في الحي الرابع في 6 أكتوبر وعمارة رقم 13-48 أين كانت العمارة؟ العمارة ديت كان فيه بنت الحارس هي وقتها سنهم تراوح ما بين 3 سنوات و 5 سنوات تلعب في الأسانسير بمفردهم فالطفلة الصغيرة اللي عندها 3 سنين بدأت تلعب في الأسانسير وهو طالع بدأت تلعب في الأسانسير وهو طالع بيتحرك فنتيجة لكده اللي حصل إن إيه ديها اللي اتنين اتزنقوا ما بين حاجة بنسميها عتبة الأمان ما بين الخرصانة بتاعت الدور دي كانت أكبر مشكلة وجهتنا تمام وكان سببها إن الأطفال طالعين بمفردهم بدون أي حد كبير في السن يتعامل معهم فدي كان الكارسة كبيرة جدا البت إيه ديها تزنقت ما بين عتبة الأمان وما بين الخرصانة اتحاد الملاك اتصروا بينا فيه مشكلة عندنا كبيرة جدا ياريت تلحقونا اتحركنا في نفس الوقت كانوش يعرفوا لسه إيه المشكلة هم مجرد سمعين صوت مجرد بس سمعين طفلة بتعيط وطفلة تانية عمالة تصوت أو تبكي جوة كبينة فاتجهنا على طول لما كان الحدثة فتحنا باب الأسانسير وجدنا البنت الطفلة الصغيرة اللي عندها ثلاث سنوات إيديها مزنوقة ما بين عتبة الأمان وما بين الخرصانة الحمد لله بفضل الله لأن وسائل الأمان بتاعت الأسانسير كانت شغالة فنتيجة لكده إن كنتك العتب اللي هو تحت عتبة الأمان شغال فالأسانسير وقف عمل سطوب تمام فصلنا طيار الكهربائي عن المسعد وبدأنا نتعامل مع الحالة فكينا عتبة الأمان والحمد لله بفضل الله طلعنا البنت كان إيديها طبعا حصل فيها كسر بسيط لكن الحمد لله سليمة ده أفضل نتيجة كان ممكن نوصل لها لحضرتك بتذكرها دي بالزبط يعني الحمد لله في حواليس بتحصل كتير جدا بتسبب الوفاة تمام وفيه برضك مشكلة قبلتنا إن كان فيه حد في الأسانسير الكهرباء قطعت عليه كان المسعد ده غير مجهز اللي هو بنركب كنترول طوارق ده بيشتغل في حالة انقطاع طوارق الكهربائي بس عن العمارة بالمناسبة يا شمهندس حضرتك ذكرتلي في المشكلة السابقة أو المثال الأول إن كانت ميزة الموضوع أو الخلال نتيجة تطلع معنا بشكل كويس عوامل الأمان بالزبط مثال التاني حضرتك ذكرت إن لازم يكون فيه كنترول بداخل العماير للإسانسير كنترول طوارق اللي عايز أعرفه بقى من حضرتك في مجال المصاعد بالذات إيه الجديد في مجال بمعنى حالات الطوارق اللي زي كده إيه عوامل الأمان اللي كل مشاهد بتفرج علينا دلوقتي يقدر ينفزها في الوحدة عشان يبقى نايم تطمن على ابنه هو نازل أو بنته أو حتى لو جايله صديق أو زميل إزاي يقدر يبقى فيه نوع من أنواع الأمان من مجال المصاعد هو إحنا بنقسم عوامل الأمان لثلاث أماكن في عوامل أمان بتبقى موجودة في غرفة المكنة تمام عوامل أمان زي منظم السرعة اللي هو البرشوت ده من ضمن عوامل الأمان اللي إحنا لازم بنركبها في المصاعد بتاعتنا تمام ولازم تركب في أي مصاعد تمام طيب من ضمن عوامل الأمان في غرفة المكنة بنركب حاجة اسمها مصاحح فازات فاز كوريكتور ده لقدر الله لو الكهرباء جات قطعت وجات وحصل إنعكاس للفازات هو أوتوماتيك بيصحح الفازة وبالأسنسير بياخد اتجاهه في الطلاع والنزول اتجاه لهو الصحيح تمام لو الفاز كوريكتور دوت ملغي أو مش موجود الكهرباء قطعت وفازة جات مقلوبة اللي بيحصل الأسنسير بياخد عكس الاتجاه بتاعه بمعنى لو هو طالع ينزل لو هو نازل يطلع ده عكس الاتجاه فده من ضمن عوامل الأمان اللي إحنا بنحطها عوامل الأمان اللي هي موجودة في غرفة المكنة أيضا زي حاجة اسمها أوفاللود الأوفاللود ده مسؤول عن حماية المكنة بمعنى لو المكنة سيخنت عن درجة حرارة معينة الأوفاللود أوتوماتيك بيفصل المكنة الأسنسير ما يشتغلش لحد ما المكنة تبرد بعد كده يبدأ يشتغل ده عوامل الأمان اللي إحنا بنركز عليها في غرفة المكنة تمام؟ ده بتحفز على الأسنسير وسلامة الأسنسير وسلامة المكنة تمام طيب عوامل الأمان داخل الكابينة وفي أبواب المسعد عوامل الأمان داخل الكابينة اللي بنركز عليها زي زرار الاسطوب ده موجود داخل الكابينة مكتوب عليه زرار استوب كلمة استوب ده من ضمن عوامل أمان وعندي كونتاك العتب لازم يكون شغال زرار الاستوب لازم يكون شغال فيه تقنيات حديثة ظهرت زي العدسة الضوئية دي بتركب لو الشعاع الضوئي انقطع الأسنسير بيقف نفس فكرة الاستوب وفيه سطرة ضوئية نفس فكرة الخلية أو العدسة الضوئية وفيه أبواب أوتوماتيك اللي هي بتقفل لما الأسنسير يبدأ يتحرك معايا دي العوامل داخل الكابينة عوامل أمان داخل الكابينة لازم بنركز عليها ولازم تبقى شغالة تمام؟ طيب طب أنا فيه حاجة عايزة فهمها يعني اللي فهمتوا من كلامك إن احنا الحمد لله عندنا عوامل أمان كتيرة جدا كتيرة جدا بتأمن الأسنسير والراكب طب دي ما بيكونش من الأساسيات التركيب للمسعد يعني دي مش لازم المعايير دي تكون متوفرة ولا دي بيكون بريكوست من العميل ده أساسي لا ده أساسي أي شركة مصاعد قبل ما تسلم المسعد لازم بتراجع على دواء الأمان كلها يعني حق العميل إن عوامل الأمان دي كلها تكون متوفرة عنده في أي مصعد طبعا ليه لقدر الله حصل أي مشكلة الشركة بعيدة عن أي مسئولية في حالة تشغيل دواء الأمان كاملة تمام لكن لو بند واحد ناقص الشركة بتسايل هنا يرجع على الشرك بالزبط وفي عوامل الأمان أيضا بتبقى في الأبواب اللي هي دائرة الشوكة ودائرة الكلون ودي سعب تسبب مشاكل كتير جدا حضرتك زكرت هنا قبل التصوير برضو النقطة دي مهمة وعايز حك تذكر للسادة مشاهدين إزاي المواطن أو المشاهد بشكل عام يقدر يتصرف في حالة لو حصل عطل في الكابينة إن هو يطلع بمنتهى السهولة عايز حك تشعر خطوات دي بالتفصيل وبشكل مبسط طيب في حالة لو حصل عطل في الأسانسير وفرد جوه الكابينة اللي بيحصل داخل الكابينة فيه زرار مرسوم عليه الجرس زرار الجرس دوت بيبقى متصل بسرينة السرينة متصلة بشاحن شاحن أولى عن بطارية بيدوس على الزرار السرينة بتسمع السكان إن فيه حد في الكابينة محتاج إغاسة أو محتاج مساعدة تمام بيبدأ أي حد معايا حاجة اسمها مفتاح طوارق مفتاح طوارق ده بيفتح أي باب أسانسير بيفتح بمفتاح الطوارق والفرد بيخرج تمام فيه حالات تانية لو معرفناش ننزل الراكب اللي هو داخل الكابينة معرفناش ننزله سواء إذا كان ست مسنة كبيرة في السن أو أول آخره في عوامل يدوية بتبقى فوق عندين مكنة المكنة بيقى فيها دراع خاص بالفرامل بنفتح الدراع يدوي تمام ونبدأ نحرك حاجة اسمها الحدفة متصلة بالمكنة بنحركها في اتجاه التلوع أو النزول لحد ما الكابينة توقف على الدور بيبدأ الراكب يقدر إن هو يطلع يطلع بسهولة جدا طيب إحنا حنرجع تاني نكمل كلامنا في عوامل أمان بس أنا عشان بتعرض على شاشة دلوقتي أمام سادة مشاهدين كتير من التصاميم لشركة الريان في مجال المصاعد العايز أعرفه من حضرتك فيه مصطلح بتدينا نسمعه في شكل كبير وبقى المشاهد يطلبه مصاعد الجيرلس تمام يعني إيه مصاعد جيرلس أنا بالنسبة لي وبالنسبة لكتير من الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي أنا لا أفقه شيء في مجال المصاعد كأنواع اللي مجرد اختلاف الشكل والديزاين العايز بقى أعرفه الميكانيزم نفسها للمصاعد الجيرلس إيه اللي بيميزه عن المصاعد العادية ويعني إيه مصطلح مصاعد جيرلس أول ميزة بتميز المصاعد الجيرلس اللي هو ما بيحتاجش غرفة مكنة وده بلجأ إليه في عدم موجود غرفة للمكنة ببدأ أعرض على العميل إن أنا عند نوعين ممكن نركبهم نوع مكنة جيرلس أو نوع هيدروليك في مصاعد هيدروليك ما بنحتاجش غرفة للمكنة فالنوعين دول متخصصين أو متميزين في حالة عدم موجود غرفة للمكنة طيب مصاعد الجيرلس بنلجأ لها اللي هي بتبقى أسهل شوية من مصاعد الهيدروليك بتركيبها في صيانتها تمام وده انتشر في الفترة الأخيرة من حوالي أربع أو خمس سنين برق معظم الناس اللي هي ما عندهاش غرفة مكينة تمام بتبدأ تركب مكن جيرلس اللي هو بنركبه على عمدان الكابينة والتقل يعني ما فيش نوع مميز عن نوع هو كل نوع بيكون للظروف المحيطة حسب ظروف المكان انت عايز تركب فيه أنا عندي فيه أماكن بتبقى بير سلم في عندي بير مستقل في عندي منور ممكن نركب فيه في عندي ممكن وجهات خارجية دي بنركب أسانسيرات بانوراما أو أسانسيرات بنعمل لها برج خارجي خرصانة أو برج حديد تمام على حسب نوع المكان لقاء مع حضرتك مهم جدا ولازم حنتكلم مع بعض فاجزات تانية كتير بس اللي أنا عايز أعرفه من حضرتك زي ما عودنا جمهور برنامج حكاوي اليوم اللي دايماً بيكون فيه أوفر تسويقي للمؤسس عايز أعرف من حضرتك الأوفر الحصري لكل المشاهدين بتفرجوا علينا النهاردة ايه هو احنا أنواع التعاقدات عندنا بيكون تلات أنواع فيه تعاقد كاش نقدي تمام وفيه تعاقد جزئي وفيه تعاقد بالتأسيد تمام اللي بيميزنا عن باكرة الشركات ان احنا بنتعامل مع الشركات تمام بنظام التأسيد ممكن نقصة الأسانسير على سنة وسنة ونص وسنتين يعني مش لازم يكون فيه سيورة في الكاش بالضبط وممكن نسلم الأسانسير على مدار أو خلال مدة شهر ونص وبتكون انت لسه ما سددت الشمل الأسانسير بتسدده على سنة أو سنة ونص على حسب الاتفاق ده اللي بيميزنا عن جميع الشركات شونس انا كنت سعيد جدا باللقاء محالتك أنا أسعد الله مجال المساعد مجال حساس ولازم هيكون لنا فيه لقاءات متتابعة ومتتالية إن شاء الله تعالى أعزائي مشاهدين اتمنى نكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة من برنامج حكاوي اليوم انتظرونا في حلقات أكتر ومفاجئات أكتر مع النخبة في كافة التخصصات دمتم بصحة وسلامة